عايز اروح لملف تاني مهم جداً مع حضراتكو ملف التحكيم المصري احنا شفنا سنتين السابقتين شفنا كم الاخطاء الكبيرة جداً في التحكيم المصري ومش هقدر اقول واوشكك في زمم الحكام المصريين هلتمس ليهم العذر هقول ان دي كلها اخطاء بدون قصد جل نهاردة راجل خبير اجنبي كلاتنبرج زي ما جبنا النهاردة مدرب برتغالي للمتخب الاول علشان يحقق حلم الوصول لكاس العالم ويطور الكرة المصرية ايضا مدرب برازيلي علشان يطور كرة المصرية في المتخب الولمبي ويقدر يوصل الولمبياد القادمة في فرنسا برضو كان ملف التحكيم مهم جداً ان يتطور بعد سنتين شفناهم من الاخطاء الفجة الكبيرة اللي عملت كلام كتير جداً في الوسط الرياضي وخاصة في مباريات النادي الاهلي بعد كل مباراة كل الاستداد التحليلية في مصر ما بتتكلمش عن تحليل فني ولا خطط ولا مدربين كل الكلام عن التحكيم مش النادي الاهلي بس لا ده كل الاندية باستثناء نادي واحد فقط بس اتحاد الكرة المصري بدوره وهو جاي يطور الكرة المصرية الناس فكرت ازاي نجيب خبير اجنبي يطور الكرة المصرية حلو الكلام هل النهاردة الحكام السابقين في مصر اللي تولوا لجنة الحكام قبل كده لسنوات عديدة هيسيبه الراجل ده في حالو؟ لا من قبل قدوم الراجل وبدأنا نشوف التصريحات نشوف الكابتن عصام عبد الفتاح اللي هو كان رئيس اللجنة السابقة رئيس لجنة الحكام السابقة بدأنا نشوفه وهو بينتقد كلاتنبرد قبل قدومه ويقولك ازاي اللي هو يشتجل مع الملازم النهاردة ازاي كلاتنبرد اللي ليس له خبرات ورجل ملعبش كاس عالم ورجل غير محاضر في الاتحاد الدولي يجي طور الكرة المصرية يا كابتن عصام حضرتك مش خدت فرصتك بدأ المرة اتنين وثلاثة واربعة وليك اخطاءك العديدة هل الموضوع اكتصر على الكابتن عصام عبد الفتاح؟ لا ظهر ايضا في الصورة كابتن جمال الغندور اللي انا بقى اوكن له كل التقدير والاحترام كابتن جمال الغندور ايضا وزي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشة معنا كل تصريحات الكابتن جمال الغندور اهى ارفض التعاقد مع خبير اجنبي كلاتنبرد تسبب في تراجع التحكيم السعودي دي بداية تصريحات الكابتن جمال الغندور جمال الغندور الكرة المصرية لا تحتاج لوجود كلاتنبرد جمال الغندور كلاتنبرد سمصار حكام واشربوا التطوير يا ولاد البلد على صفحته الرسمية الاخ مارك من السعودية مارك كلاتنبرد طلع من السعودية للصين والان في اليونان وبكرة في مصر سمصار تعيين حكام غير محلين للدوريات اشربوا التطوير يا ولاد البلد جمال الغندور التحكيم المصري يخسر في وجود كلاتنبرد كلاتنبرد تسبب في ازمة داخل التحكيم المصري الكرة المصرية لا تحتاج لوجود كلاتنبرد كم التصريحات الكبيرة جدا في كل مكان من الكابتن جمال الغندور ايضا برضو كابتن جمال الغندور تولى لجنة الحكام لعدة دورات او عدة سنوات ليه النهاردة الهجوم الكبير على كلاتنبرد ليه النهاردة لما بناخد خطوة ايجابية احنا كأسر التحكيم او كأسر رياضة مصرية ما نقفش جنب الراجل ونشجعه النهاردة مموك كلاتنبرد يعمل اللي ما قدرش يعمله كابتن عصامة عبد الفتاح ولا كابتن جمال الغندور النهاردة لما تشوف التحكيم المصري وتشوف كاس العالم القادمة وما عندكش حكم واحد مصري ده شيء كويس لكرة المصرية خاصة في عدم وجود المنتخب المصري وكان قبل كده حكمنا على طول متواجدين النهاردة التراجع الكبير ده سببه مين هو النهاردة كابتن عصامة عبد الفتاح السنة اللي فاتت مع كل خطأ للحكم المصري في مباراة الأهلي بتلاقيه يطلع ويبرر تبريرات حاجة تكسف صراحة حاجة بتدحك الناس علينا في وجود مصطلحات غريبة بينا نسمعها في الكورة أنا عجبني جداً الأستاذ جمال علام باجتماعه بالحكام كلها الصور كانت متدولة على صفحة الاتحاد المصري في وجود كلاتنبرد ودعمه الكبير لكلاتنبرد هي دي المفروض تكون موجودة أن عندنا بعض الحكام المصريين عايزين يفشلوا الراجل ده من الآخر عايزين هم اللي يفضلوا موجودين عايزين يفضل التحكيم المصري بنفس السوق وبنفس الشكل ده لكن عجبني الأستاذ جمال علام ومن هنا لما بيه خطوة إيجابية لازم نشيد بيها ولازم نحقييها ولازم كلنا نقف فراء عشان تنجح النهاردة التحكيم المصري كلاتنبرد مش جاي يطور التحكيم المصري الحاكم الساحة لا كمان حاكم الفار والتناسق ما بينهم اللي احنا فقدينه شوف تصريح كابتن سمير عثمان والله حاجة تدحك لما قال لك الراجل في عربة الفار شال الفيشة عشان يحط سخان الشاي عشان يعمل كوباية شاي فيه في الدنيا كده ويقولك التحكيم المصري سكرة كابتن في الفار هو بسحب الفيشة سكرة كابتن مظبوطة ولا اه مظبوطة كابتن خلينا حاجات تكسف الله ولما بقى عندنا راجل جاي جاي يحقق العدالة جاي يطور من منظومة التحكيم في الناشئين ويتابع ايضا مباراة الناشئين ويشوف من الحكام الصعدة الوعدة اللي ممكن تطلع بعد كده في الدور الممتاز ويتابع ايضا اخطاء الحكام المصريين وقال لهم كمان على المكشوف الفيديوهات اللي هيتم بين حكام الساحة وبين عربة الفار او حكام الفار هنزعها الراجل ما علىوروش مفيش على رأسه بطحة مش جاي النهاردة اطبطب على ده واداري على ده واحتوي ده وروح الفار مفيش الراجل واضح جاي يحقق العدالة علشان كده ارجو من الكابتن جمالي الغندور كابتن عصام عبد الفتاح اي حكم ما عندوش رغبة في كلاتنبرج انه يديه الفرصة لو نجح هنسقفل ونحييه ولو فشل هننتقده زي ما انتقدنا السابقين اشتركوا في القناة